أكد بانك الكويت المركزي حرصه ومعهد الدراسات المصرفية على مواصلة دعم التعليم والتدريب والتأهيل النوعي لرفض الاقتصاد الوطني بالكفاءات والكوادر المتميزة لا سيما في مجال الأمن السبراني جاء ذلك بمناسبة تكريمه ومعهد الدراسات المصرفية خريجي الدفعة الثالثة من برنامج قادة الأمن السبراني والذي عقد بالتعاون مع البنوك المحلية وأكاديمية معهد سانز وبنك التسويات الدولية ودعا البنك المركزي المكرمين إلى مواصلة التعليم والتأهيل لمواكبة ما يجري في العالم وذلك بهدف المساهمة في حماية الاقتصاد الكويتي وتعزيز تطوره عبر برامج المعهد أو مبادرة كفاءة